اشتركوا في القناة اتراضات الشعبية والرسمية على بقائه في الرياض فيما يشبه الاقامة الجبرية ومنعه من دخول عدن من قبل ابو ظبي وعلى هامش القمة جدد المبعوث الخاص بالرئيس الروسي الى الشرق الاوسط ميخايل بغدانوف خلال لقائه بالرئيس هادي دعم روسيا للشرعية الدستورية في اليمن واكدت روسيا واليمن وجود تحذيرات للاحتفاء بالذكرى التسعين لتأسيس العلاقات اليمنية الروسية في نوفمبر القادم تاتي تحركات هادي بالتزامن مع عودة الحكومة الى عدن وبدء نشاطها الرسمي باجتماع عقده رئيس الوزراء بن دغرة مع وزير الداخلية لمناقشة تطبيع الاوضاع الامنية والخدمية في العاصمة المواقة والمناطق المحررة عودة الحكومة لعدن اتت بعد التجاذبات الشديدة بينها والتحالف على خلفية التعقيدات العسكرية والسياسية التي صنعتها الامارات في المناطق المحررة وقالت مصادر دبلماسية ان عودة الحكومة اتت بناء على تفاهمات خاصة مع السعودية افضت الى وعود من الرياض بتمكين الحكومة في المناطق المحررة فيما اعتبرت مصادر اعلامية ان وصول تداعيات الخلاف مع الشرعية الى اروقة مجلس الامن جعل السعودية تتفهم ضرورة عودة الحكومة خصوصا وان العودة سبقت جلسة مرتقبة لمجلس الامن الدولي بشان اليمن